قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون احتفالا كبيرا لتهنئة العلماء والفنيين النوويين الذين اشرفوا على سادس واكبر تجربة نووية اجرتها البلاد قبل اسبوع وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية ان الزعيم الكوري الشمالي اقام مأدبة شهدات عرضا فنيا ولم تحدد الوكالة متى اقيمت المأدبة لكن محللين يقولون انها كانت امس السبت وظهر كيم مع العالمين البارزين ري هونغ سوب رئيس معهد الاسلحة النووية هونغ سونغ مو نائم مدير ادارة صناعة الذخائر بحزب العمال الحاكم ولعب الاثنان ادوارا حيوية في البرنامج النووي للدولة المنعزلة وظهر بالقرب من كيم اثناء جولات تفقدية ميدانية وتجارب لاسلحة منها تجربة نووية الاخيرة وقالت بيونغ يونغ ان التجربة الاخيرة كانت لقنبلة هيدروجينية ولا يوجد تأكيد مستقل لذلك لكن خبراء غربيين قالوا ان هناك ادلة قوية كافية تشير الى ان الدولة المنعزلة طورت قنبلة هيدروجينية او انها قريبة جدا من ذلك وكانت كوريا الجنوبية تتأهب لقيام جاراتها الشمالية باطلاق صاروخ جديد طويل المدى بالذكرى السنوية التاسعة والستين لتأسيس البلاد امس السبت لكنها لم ترصد اي استفزازات جديدة في حين اجرى الشمال احداثا احتفالية عديدة بهذه المناسبة اشتركوا في القناة